وبآخر مساحاتنا الصباحية ضمننا صباحنا غير لليوم ضيفتنا لليوم جماعت بين الجمال والعلم والموسيقى ضيفتنا لليوم هي الدكتورة ديمة خير بك وهي طبيبة اختصائي اختصائي جلدية وعازفة على آلة الكمان اليوم يعني كملتيا من كل الجرهات شو؟ صباح الخير صباح النور بسهد صباحك وأهلا وسهلا فيك دائما متعودين بصباحنا غير نستضيف الأشخاص اللي بيجمعوا بين يعني موهبة وعلم أو دراسة أو مهنة مختلفة ودائما الأطباء منحس في توجه عندهم لعالم الفن وخصوصا الموسيقى أو حتى التمثيل أو الفن التشكيلة خلينا نحكي عن موهبتك يلي بلشت منه أنت عمرك 6 سنين يساك صباح كون اهلا وسهلا هلا أنا بلشت بعمر صغير كتير يعني بلشت بعمر 5-6 سنوات وقد دخلت على الموسيقى دخلت على المعهد العربي للموسيقى اللي هو حاليا معهد سلحي الوادي طبعا يعني مثل ما أنا دخلت على المدرسة اللي كل الناس تدخل علي أنا دخلت على شيء مثل مدرسة الموسيقى يعني طبعا أنا تعايشت معي يعني ما عادت صارت هي مثل هواية مثل ما بيقلولي أنه هن هوايتك هي معنى هوايتي صراحة هي صارت دراسة مثل ما أنا بدروسة في المدرسة بعد ما أخذت السانوية العامة أنا تقدمت المعهد العاية للموسيقى بالتزامن مع تقديمي لكلية الطب طبعاً أنا درستهم مع بعضهم هو المعهد العالي للموسيقى خمس سنوات هو أعلى أكاديمية بتقدم الموسيقى هنا بسوريا بالإضافة لدراسة لكلية الطب تخرجت من الثانية الحمد لله وهلأ أنا عم بختص بالأمراض الجلدية بنهاية إقامتي من بدايتك عزف على الكمان من بداية دراستك موسيقى أنت محترفة موضوع الكمان هلأ أنا اختصاصي على الكمان طبعاً نحن في عنا شغلات تانية مندرسها يعني ندرس تاريخ الفن مندرس تاريخ الموسيقى العالمية مندرس تحليل الأعمال الموسيقية توزيع الأوركسترالي بس كل موسيقي هو بياخد اختصاص لأله سواء عزف على آلة بتكون هي آلة معينة من الوطريات من النفخيات أو ممكن يكون غناء كلاسيكي أو غناء شرقي أو نظريات فأنا كان هذا اختصاصي الأساسي العزف على الكمان والتاني هو البيانو طب لوم دكتور أنت قدرت نسقي بين عملك كطبيبة وهوايتك كعزفة أو لا هلأ من أخذ وقت أكتب صراحة هلأ صراحة هي هي مثل ما قلت لك أنا مبلشت فيهم مع بعض فهي صعب كتير تقولي بأنه أنا في وحدة أساسية والتانية يعني على الجنوب أنا تنيناتهم عم اشتدل فيهم واتنيناتهم عانتيتهم الجهد لا كماموا يعني ما بحسن أفصل بيناتهم أبداً مستحيل يعني إذا أنا في قطع الدنيا وهنا الاتنيناتهم موجودين بحياتي فصعب اختار واحد أكتر من الثاني واتنيناتهم عم يأخذوا نفس الساعة يعني نسألك لأنه كتير ضيوف استضفناهم كمان كان محبوا شيء بأوي كوتش فقالنا أكتر من حدي إنا نحنا ميولنا الموهب أكتر من الطب يعني هلأ أكيد هلأ بالضل المهنة هي شوي روتينية يعني أكتر من الفنون أو الشغلات اللي فيها أمور إبداعية هلأ طب هو مو أنه ما فيه شيء فيه كتير شغلات بس هو نوعا ما يعني فيه قواعد أكتر من الفن فهي الشغلة طبعاً الفن بيأخذ فيه نقاط أعلى يعني الأمان خلص ملوجيا كنبيا وشو حاب طب اختصاصك اليوم اختيارك لاختصاص الجلدية إلو علاقة اليوم بأنه أنت بتحبي العزف أو الكامل طبعاً ما الرابط بيناتهم هلأ أنا اخترت هذا الاختصاص لأنه اللايف ستايل تبعه بناسب إني أنا ضل عم بشتغل بالموسيع تمام يعني إذا اخترت اختصاص تاني فأنا من ناوباتي ما عد تسمحلي طبيعة عملي ما بقى رح تسمحلي غير ضل أنا بس من الصبح للمساء وقد انطلب بالليل قد انطلب الأمور الإسعافية أما اختصاص الجلدية هو ما وارد في هذا الشي فأنا اخترته لللايف ستايل تبعه لحتى أنا استمر بعملي كموسيقية تاني شيء هو بيحوي أكتر من شغلي يعني فيه شقة جميلة وهذا الشيء إبداعي فيك تقولي نوعاً ما فيه أمراض جلدية وفيه جراحة جلد فهو فيه أكتر من صعب وبنفس الوقت بيسمحلي أني أنا استمر بعملي الثاني وفيه شيء نفسي يعني اليوم البشرة حتى تكون مرتاحة أنت مرتاحة بحاجة تسمع الموسيقى تروا حاجة من حساسك كثير عالي بالقصة أكيد هو الجلد لأنه أول شيء أنت عم تشوفيه بالشخص بحالك أو بأي شخص تاني فبيبين عليه أي مشكلة سواء كانت جسدية عضوية أو حتى نفسية طيب دكتورة خلينا نحكي عن الحفلات والأمسيات اللي شاركت فيه اليوم أنت مشاركة مع أسماء كبيرة أكيد وقاديرة وكما نقول طاهر ماملي مروان محفوظ سميرك وفاتي هدو الأسماء بيعطوا يعني أنت اليوم أثرت وأثرت خلينا نحكي عن هدو المشاركات هلأ أي فنان أو أي شخص عنده أي مثنى بالحياة هو بتمنى أنه يشتغل مع كبار المؤثرين فيه فأنا كنت صراحة بعتبر حالي يعني الحمد لله أنه كنت محظوظة أنه أنا قدرت أطلع على المسارح مع أسماء كبيرة مثل الأسماء اللي ذكرتين أسادتنا كلياتهم سواء بسوريا أو خارج سوريا مع سوريين مع عرب مع جانب من مختلف الدول فأي فنان هو بالنسبة لله بس يطلع على المسارح مع هايك أشخاص يعني بيرتقي هو من الناحية العملية وحتى من الناحية تبع الناس يعني أنت بس تشتغلي مع حدا مهم أنت أكيد حدا مهم طبعا لأنه ما بيختاروا غير الناس النخبة الجيدين لحتى يشتغلوا معهم فهي النقاط كمان بترتفع عند الفنان يعني هي شغلة كتير مهمة تحفزك تشتغلي على حالك أكثر فأنا بالنسبة لألي بيعتبر أنه هاي الشغلات الكتير مهمة كانت بحياتي إن شاء الله يعني لسه لقدام نعمل شيء أكتر من حفلاتك أيضا ومشاركاتك الخارجية يلي صادت مؤخرا هي مشاركتك مع الفنان إيادة ريماوي بإكسبو دبي خلينا نحكي عن هاي المشاركة وخصوصيتها هلا الرابسودي السوري اللي قدمنا نحنا بإكسبو الرابسودي للناس اللي ما تعرفها معناتها ملحمة طبعا نحنا أنا بالنسبة لألي يعني أنه نعمل هيك عمل ملحمة بعد 12 سنة من الإزمة نحنا عنا بسوريا هلأ دائما الفنون هي يعني تتربع على عرش الحضارة يعني قبل الفنون هي طبعا آخر الشيء قبل الفن بيجي العلم يعني أقل بدرجة قبل العلم تيجي الحياة الحرفية يعني المجتمعات تتحضر بهذا السلم تمام فنحنا وقت اللي منحكي أنه نحنا عنا مئة موسيقى سوري طلعوا على دبي بهذا الظرف مغنيين وعازفين وقدموا هيك عمل ملحمة من تأليف موسيقى سوري طبعا بإسمه الكبير الإستاذ إياد وبحدث مثل الأكسبو دبي يعني هو ملتقى لكل دول العالم يعني كل الدول جاي تقدم أحسن ما عندها جاي تقدم الشيء اللي وصلت له لحد الآن وشو الشغلات وتطلعاتها للمستقبل فإنحنا نمثل سوريا بمثل هيك عمل ملحمة هو كان بطير إنجاز ضخم ما كان سهل أبدا ما كان ببساطة أنه يعني بعد كل هذا الظرف أنه نطلع نقدم هيك عمل كبير فأنا كتير فتخذ فيه نعم أكيد متل ما قلت رشا حكينا طبوة حكينا موسيقى خلينا نحكي أكتر بتقنية أكتر من اللغة صحيح؟ صح قديش فادك هذا الشي بمجال عملك هلأ هيا في إلى شقين أنا بالنسبة لإلي اللغاتي أول شي أنا بحبها طبعا بس كمان في نقطة تعني أنه أنت بس تحكي أكتر من لغة مع أنت أنت عن تحكي أكتر من ثقافة يعني أنت ستتعرفي مثلا إذا عم تقري كتاب لثقافة معينة أو عم تسمعي فن أو عم تسمعي أغنية مثلا أو عمل موسيقي لأي دولة أنت ستتقدر تفهميه بطريقة تانية يعني معاتي مثلا تفهمين ترجم أنت ستتفهميه باللغة وهنا كيف يفكله يعني مثل نحن عنا الشعر لنفرد تمام أو موسيقيتنا نحن الشرقية والمكتوب معها شعر مرافق لألة نحنا كعرب نقدر نفهمه أكتر من أي حدا تاني عم يجي يسمعه ما عم يعرف الحكي المكتوب هو نحن شو نقصد فيه أو شو مشاعرنا فيه فأنت باللغات فعليا أنت بتقري ثقافات خاصة أنه في لغات كتير مهمة مثلا أو كبيرة لأن احنا أكتر شي نحن شائر عنا لغة الإنجليزية صحيح بس مثلا اللغة الإسبانية هي لغة محكية أكتر مننا بالعالم فثقافاتهم هي ممتدة على كتير دول يعني عندك أنت أمريكا تقريبا كلها يعطى القارة القارة الشمالية والجنوبية بأمريكا بتحدثوا الإسبانية وهي عندك كتير دول بأوروبا بأفريقيا بتحدثوا فهي ثقافة ممتدة على قارات فأنت بس تحكي هاي اللغة أنت عم تحكي عدة ثقافات هاي فكرة مهمة كمان فلهيك أنا كنت تحبوني يعني هي طبعا ما بس بتفيد بالثقافة بتفيد اقتصاديا يعني الشخص اللي بيحسبها لبعدين أنت تفتح لك مجالات أكتر طبعا مجالات عمار وشغل هي بنهاي خبرات جديدة هي خبرات جديدة مجتمعات اليوم نحنا قادرين نتعرف من خلال هاي اللغة على مجتمعات جديدة طبعا بعيدا عن المجتمعنا اليوم هيك كلمة أخيرة اليوم لك كل صبية عندها طموح مثل حضرتك يعني اليوم نحنا ما نضل كأعلاميين أو كطبيب اليوم عندنا مواهب عندنا أبداعات باتجاهات تانية نحنا قادرين نشتغل عليها شو بتحبي تقولي اليوم هي كمرتك هلا أنا بالنسبة لإلي طالما الشخص في عنده عمله في عنده طموح تاني الشغلة بتصير العلاقة بنوعية الجهد مو بكميته يعني مو بعدد الساعات اللي بتقدمي فيها انتي الشغل ممكن تكون انتي مثلا ناس مع 30 ساعة لتقدم هذا الشغل في ناس مع 5 ساعات فانتي الشغلة العلاقة بكيف انتي عم تبز لجهدك مو بكترته أكيد يعني أنا طالما لحقت اشتغل هذا الشيء معناه تأكيد أي حدا هو ممكن يكون عنده قدرة مثلي وأكتر حتى يدور ورطه مو حابسة هاي أهم نقطة الفرص هي ما بتجي لعند الشخصية بتجي قريبة منه حاول نقطع الحق لازم يلقطع أكيد وما في حدا ما بتجي فرص الشغلة العلاقة بنظرة الإنسان لنفسه وبالشغلات اللي عم تصير حوالي انه أنا مثلا بلاحظ وانا فلان هو عم ينجح لأنه هو محجز أكتر مني كنت عم تحكي بوضوع الطاقة الفقرة اللي قبل يعني هاي كتير ناس عفكرة بتتير عنده أنه أنا ما عندي حظ وأنه أنا فلان محظوظ أكتر مني لهيك هو عم ينجح لا صراحة شغلة العلاقة بنظرتك للموضوع برزقون أنت عم تجي لعندك الفرص بس أنت ما تعرف أنه هاي فرص فأنت هذه الفرص اللي بناسبة ونوعية الجهد اللي عم نبذله هي أهم شيء للشخص اللي حابب نجاحات كبيرة ولو سريعا عندك صفحة عم تتحضر إلى الجزائر للمشاركة بالمهرجان موسيقى أخيرا نحكي عنا نحنا بعد يومين إن شاء الله طالعين على الجزائر في المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية رح نشارك فيه رح نمثل سوريا طبعا في مجموعة كبيرة من الدول رح تكون مشاركة من كل دول العالم فنتمنى يعني نحنا بس نعرض الشيء اللي نحنا طالعين نقدمه أن يكون على مستوى حلو إن شاء الله كل التوفيق نتمنى لك أكيد التوفيق ونحنا اليوم فخورين بكل شخص وكل نشاط سوري خارج البلد شكرا لحضورك وشكرا للجمال والطاقة الحلوية اللي عطيتين إياها أهلا وسهلا بحضرتك لطبيبة وعزفة الكمان جيمة خير بك شكرا لوجودك معنا لليوم أهلا وسهلا